اشتركوا في القناة يتط이�ق لك الرنق هذا والبلدئ kalau carrots اضمتت الجهاز في وضع في خلال الأصفر لان الرنق سيكون معي باللون الأصفر لكن هذا الاختلاف بينه وبين النسخة الموجودة لكل أن يكون الرنق باللون الأخضر حتى لو تحطه في خلال الأصفر الآن هنا لا لوجد اختلاف هنا لون الأصفر لحق له بورمو برضو إذا كان عندك جهزة جديدة بتركبها مثلا بلوتوث أو أي شيء بتركبها بالمدخل نفسه هذا إلى الآن مشتغلت للساعة راح يسئلك فإذا ركبت مثلا جهاز جديد أو شيء بالمدخل يقول لك أن هذه سماعة أو شيء ثاني علشان ما يتحكم فيها تكلمني عندي الميزة مثلا بعض السماعاتين وضغط عليها هنا نشوف النوع مثلا السيري ولا سماعة علشان ما يقللوا الصوت فتقول لما بداية أن تشل النوع وإذا حطيتها غلط طبعا تفصلها وترجع تركبها ثاني ويطلع لك الشعار تتغيرها لأن البلوتوث راح يكون موجود عندك هنا على طول تقدر تغير فيه أنت في أي وقت من الخيار هنا إذا كانت سماعة بلوتوث تقدر تغيرها الخيار هنا أو أنك من الخيار الصوت من نفسه يعني تشوف خيار الصوت إذا راح يكون هنا الصوت مثلا ما نشوف هذا الخيار تقريد طفي وتشغل أنت بكيفك علشان أنت يتحكم في الصوت ولا لا طيب والشي يجري برضو ويشعر المخلطة هنا لو نخش في بعض الشركات أو بعض الدول عندهم برنامج وبعض الدول من نفس السوفتوير فهنا في أمريكا على حسب الولاية تغريبا لو تخش أمريكا وتروح حق نيويورك ما راح يكون فيها برنامج يكون السيستم مخلطة ومخلطة راح يكون من نفس السيستم الجهاز تحط طرس أنت وخلاص بعض الدول لا يكون عندهم برنامج مثلا السعودية عندهم برنامج فالآن لو تروح حق مثلا السعودية مثلا ما نشوف هنا نضغط يقول لك أنه في برنامج تضغط عليه هنا هذا الخيار الجريد ناك تضغط على الخيار هذا ويطلع لك البرنامج من نفس الدولة وكي اشتغلت الساعة مثل ما نشوف تنزل البرنامج فهذا الخيار الجريد الموجود هنا إن إذا كانت الدولة اللي راح تروحها لها برنامج فتنزلها من هنا على بعض الدولة أصلاً ما عندهم برنامج ولا عندهم نفس السوتين وبرضو في خيار جريد في الترجمة لو تخش في الترجمة نكتب أي كلمة مثلاً سرعة الصوت فهذا الخيار الجريد في السرعة موجود في برنامج ترجمة برضو بعض الأشخاص طلعت لهم ميزة بكتر ان بكتر في اليوتيوب أنا ما طلعت الميزة هذه وبعض الأشخاص يقوم لك برنامج الفيسبوك إذا كان عندك برنامج الفيسبوك هو شخص حط لنك الحق اليوتيوب فتقدر تشقل بكتر ان بكتر في نفس الفيسبوك هناك لحق شخص عنده يوتيوب يعني تشقل بكتر ان بكتر لحق اليوتيوب من لنك الموجود في الفيسبوك فطويل الحركة لكن هذا الخيار لموجود حين أنا بالنسبة لي ما اشتغلت عندي بكتر ان بكتر الان في برنامج اليوتيوب الرسمي وبرضو في الماب برنامج المابس ما ودي أتكلم عن كثير لأن دول عربية ما تقريباً بس الإمارات اللي اشتغلها الآن لكن هنا الآن برنامج المابس هو ما تفتحها يقول لك خيارات إنه يقول لك تقدر تسوي ريت أو تغيم حق بعض المحلات وتروحها نفس الموجود في خراية جوجل هنا أبل إلى الآن مستخدمة يلب تقريباً أي من المنشوف فالتغييم اللي موجود هنا كله في برنامج اليوتيوب بس اتوقع عنا في الأكوادة حين إن أبل رح تسوي التقييم الخاص فيها فهذا الشي الحلو إن أبل بتحط تقييم إنك تروح للمحل وتغيمت من نفسك بدل ما يكون التقييم من يلب برضو بعض الأشخاص شافوا خيار موف مود اسمه في ساعة أبل فما حد يعرف ش الميزة لحق هذا الخيار أو شي في الأكواد وين رح يكون هل رح يكون في الأكتيفتي إن الساعة مثلاً تعرف حركتك هل ردي الساعة لكن هل بتسوي شي ذا إنه مثلاً تقدر تطفي وتشغله ما ندري الآن لكن فيه في الأكواد الآن نفيذ الخيار ما نعرف شنه هذا الخيار لكن أقول لكم بس تغريباً هذي كل الميزات على iOS 14.5 وإستخدامي لها أقول لكم منطباعي لها وهل عجبتني وإلا مش عجبتني ففي نهاية الفيديو لا تنسونا اشتراك بالقناة اشتراك في حسابي سناب شات شارع وفضوتكم وعمل لايك المقطع ونشر المقطع ولا تنسونا وفضلعاكم والسلام عليكم